اشتركوا في القناة أن التوجه نحو بناء المدن الجديدة يهضف بالإضافة لاستعاب الكثافة السكانية وحسن توزيعها في أنحاء البلاد إلى تحقيق الاستفادة المثلة من الميزات النسبية لمختلف مناطق الجمهورية بما يمثل قيمة مضافة ومتجددة للاقتصاد المصرية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة مشروعات المدن الجديدة في مختلف مناطق البلاد والجهود الحكومية الجارية للتطوير في تلك المناطق بما يضمن إبراز البعد التنموي في المدن الجديدة وكذا في عملات التحديث الحضاري الوطنية ويصهم في استعادة الوجه الحضاري لكافة مناطق الجمهورية وبشكل يحافظ على الطابع التراثي والمعماري المصري بأشكاله المختلفة أكد المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات انتظام سير العمل في لجان الاقتراع الفرعية المنتشرة في عموم المحافظات في يوم الثاني من الانتخابات الرئاسية وقال المستشار أحمد بن داري أن العملية الانتخابية تمضي بشكل منتظم دون أي عقبات أو معوقات وإن غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات طلقت ما يفيد بوجود توافد وإقبال كبيرين من جانب الناخبين على المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم تتواصل العملية الانتخابية على مستوى جميع المحافظات لليوم الثاني على التوالي في الانتخابات الرئاسية والتي تجرى تحت إشراف قضائي يستمر التصويت حتى التاسعة مساء بينما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الثلاث عشر من ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للليجان العامة كما حددت الهيئة عددا من لجان الاغتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها أحد عشر ألفا وستمائة واحدة وثلاثين لجنة بداخل تسعة آلاف وثلاثمائة وستة وسبعين مركزا انتخابيا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية تواصل غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة الانتخابات الرئاسية لمتابعة ورصد عملية التصويت بالتنسيق مع غرفة العمليات المشتركة للتأكد من تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ورصدت تنسيقية فتح اللجان الانتخابية في موعدها في التاسعة صباحا باستثناء عدد قليل من اللجان تأخرت لدقائق قليلة وتم تدرك الأمر كما رصدت في بعض المحافظات تأخر فتح بعض اللجان نظرا للظروف الجوية التي وصلت في أقصى وقت إلى تأخير لساعة وربع الساعة لتأخر وصول السادة القضاء بسبب تلك الظروف الجوية ثم انتظمت العملية الانتخابية في كافة اللجان بعد ذلك ولم يتم رصد أي مخالفات أو تجاوزات تؤثر على سير العملية الانتخابية وكما رصد متابع التنسيقية تأسير الإجراءات أمام الناخبين في الإدلاء بأصواتهم واستمرار توفض وإقبال الناخبين في مختلف المحافظات بشكل جيد شهدت محافظة البحيرة إقبالا كبيرا من المواطنين الذين اصطفوا أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في يومها الثاني يبلغ عدد المقر الانتخابية بالبحيرة 672 مقرا بإجمالي 855 لجنة فرعية بالإضافة إلى 24 لجنة للوافدين من خارج المحافظة و18 لجنة عامة فيما بلغ عدد الناخبين بالمحافظة 4 ملايين و226 ألفا و509 ناخب وناخبة وفي سهاج يتواصل توفد المواطنين على لجان الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية تضم محافظة سهاج 18 لجنة عامة و684 لجنة فرعية بجامع مراكز المحافظة منها 9 لجان للوافدين وذلك لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة حيث يبلغ عدد المواطنين مما لهم حق التصويت بسهاج 3 ملايين و253 ألفا و847 مواطنة صلات الإعلام الإيطالي الضوء على الانتخابات الرئاسية المصرية التي بدأت أمس وأشاد بالعملية الانتخابية والتنظيم الواضح بالإضافة إلى الإقبال الكبير على التصويت وقالت وكالة نوفا الإيطالية أن عشرات الآلاف من الناخبين توفدوا مبكرا أمس أمام مراكز الاختراع في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية المصرية بطريقة فقط توقعات الهيئة الوطنية للانتخابات وعشرت الوكالة إلى دخول خمسة ماليين ناخب إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للتعرف على نجانهم الانتخابية مضيفة أن هذا العدد الكبير لم يتم تسجيله من انتخابات 2014 وهو العام الذي تم رصد دخول مليون واربعمائة ألف ناخب فقط إلى الشبكة كما أشدت وكالة إنسا الإيطالية بالتنظيم الذي شهده اليوم الأول في الانتخابات وقالت في تقرير اللغة أن التوابير منظمة وهادئة بالإضافة إلى الموسيقى الوطنية أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجين الفلسطينيين الأنروا مقتل أحد موظفيها في غارة جوية إسرائيلية على المنطقة الوسطى بقطاع غزة ليصل إجمالي عدد موظفيها الذين قتلوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي إلى مائة وأربعة وثلاثين شخصا وضفت الوكالة أن ما يصل إلى مليون وتسعمائة ألف شخص في جميع انحاء قطاع غزة نزحوا داخل القطاع بينما بات ما يقرب من مليون وثلاثمائة ألف نازح داخليا يقيمون في مائة وأربع وخمسين منشأة تابعة للوكالة في كافة محافظات قطاع غزة الخمسة ختام مجاز الأخبار من التلفزيون المصير لكن تبقى التغطية مستمرة للانتخابات الرئيسية ألفين أربعة وعشرين ابقوا معنا اشتركوا في القناة